طيب تعالوا نشوف. شوف ايه ده بقى اللي بيحصل هنا ده. ده بهدله اهل اهل اهل. دي العصيان دي هموم اعباء مسئوليات عقبات مشاكل كل العصيان دي رمز لكل حاجة اللي انا قلتها دي. اه شيلة تقيلة يا ميزان عندك مسئوليات كتير قوي مش ملاحق. على الاغلب دي مسئوليات في العمل ده. العمل للناس اللي بتشتغل مسئوليات لسلكات البيوت طبعا مسئولياتهم كبيرة وشغلوهم كتير جدا ازا ما كانش يوازي فهو يزيد شغل الراجل برضي. وانا اعترف. الناس اللي بتشتغل تقريبا عايز تقوح شغل تاني. تعبد خلاص شايفة ان ارهاق شديد جدا جدا بمقابل مش مرضي يعني هم مش مش حاسين ان مجهودهم على قد المقابل اللي بياخدوه. فعايزين عمل جديد وشكل فيه عمل جديد فعلا. اسعوا بس. انتو اسعوا وان شاء الله فيه عمل جديد. او هتعملوا عملية مسلا اه تاخدوا تدريب في حاجة بحس ان تغيروا المكان بتاعكم. المسئوليات تقل عليكم شوية. اطلبوا مساعدة يا ميزان اللي شيلة تقيلة انتو مش عارفين تشروها فعلا. زي انتو شاكين مش عارفين يرفع العصيان من على الارض. دي شيلة اكبر منكم. حاولوا انه اه تخففوا الاعباء شوية عن نفسكم. اه علشان تعرفوا التنميل. شايفة قدامي مش هرفع الكارتة ده لان عريانين. مش عايزين مشاكل. الحب فيه ارتباط. لا الحمد للارجا. ارتباط بالشريك او في حالة اختيار. الميزان بيختار شريك. اوكي? بس شكل الاختيار ده يعني هي حاجة شكلها في اول هكده بس مش هتكمل. ده للناس اللي بتعرفوا. الناس اللي لسه في مرحلة التعارف. ليه? شايفة بعد. مش هيعجبك اللي انت حتشوفه. هتبجي. للا شكرا مرسيك لكم. ممكن يكون البعض ده للناس اللي مطبطين بالفعل. يعني مش لازم يكونوا في اول تعرفهم. انا حسيت بطاقة الكارت ان هو تعرف من اوله. بس برض ممكن تنطبق على الناس اللي قريدي في علاقة. شايفة حد بيدور ظهره وماشي. لكن البعض ده ده آآ قرار صائب. انت هل يازم تعمل كده. ليه? حاجة من الاتنين. يا اما العلاقة دي بتضرك. فهو احسن لكن انت تبقى عنها. او الشريك محتاج يخاف ويحس بقيمة بعدك. فيبتدي يقدرك اكتر. والله اعلم. ده خرمة انت حبب تنسحك ونسحك. وقاعد بتفكر. تفكر لوحدك. الحكيم ده شخص آآ بيحب يفكر لوحده. بيحبش. مش ما بيحبش بيسمع نصايح حد. بيسمع من هنا بس ما بيستجبش بيمفز اللي في جميعه فقط. آآ هببت تفكر. انت زعلان من حاجة معينة ونغمس جوه زاتك يا ميزان. وقاعد مستني تشوف الطرف التاني هيعمل ايه? وافتكر الطرف التاني هيجي لك جره. بصوا اهو. انا مآسف حقك عليك. اه يا رب يمشي الموضوع زم انا شايفة كده. شايفة قدامي كمان نجاح. the world. انت شغال على حاجة انت بتعمل حاجة او انت بتعملي حاجة حتى لو في البيت سبت البيت الراجل اللي بيشتغل. المهام اللي عندك الشهر ده هتكملها على اكمل وجه. اجتمال دائرة. full circle. حاس بفخر بنفسك. اي نعم احنا ما بنديش لنفسنا الكرادت ده لازم نسمعه من حد. فانا هو بس امعه لك. الشقاء اللي انت فيه ده. ده نهايته او المرضود بتاعه نجاح. مية في المية. انت عامل حاجة ما تخرش المية. الست اللي قاعدة في البيت بتراعي بيتها اولادها. انت عاملة شغل مية مية. مية مية. تخرج نفسك. وحط ثقة نفسك. وانت فعلا بتعملي حاجة معجزة. انت بيعملي معجزة كل يوم. بالنسبة للعمل. اللي بيشتغل برضو في العمل ومطحون بالشكل ده. انت بتعمل معجزة كل يوم. برافو عليكم. وحسوا بالفخر وقيمة اللي انتو بتعملوها. ما تستنوش ان حد يقدركم ويديكم التأدير ده من برد. ادوه لنا بسوق. اه في حالة اه تيح. اساس لشيء انت حطت حاجة ناوي تعمل حاجة كده وحطط لها اساس. الاساس ده ممكن يكون افكار اه ممكن يكون خطوات بالفعل. اه ممكن الحاجة دي تكون اي حاجة. ممكن تكون مسلا قررت انك انت مسلا حتصالي كل يوم. قررت انت حتصوم اتين وخمس. قررت ان انت حتطلع حاجة لله. قررت انك انت حتتجي شغل جديد. قررت انك انت حتتعامل مع اهل بيتك بشكل احسن. في حاجة انت حطت اساسها. بس لسه عايز اشغل. بس الفكرة في دماغك. اللي انت حتعمله ده. حيضيف ليك توازن حلو جدا لحياتك يا ميزان. انت قررت يشوف طلع لك الميزان وانت ميزان. حيضيف التوازن عنك. صورة حلوة جدا زي ما انتم شايفين. شمس طلعة وبحيرة وحاجة في منتهى الجمال. يعني انت فعلا عايز الكمال. في ارتباط واضح. الميزان في حالة حب وفي حالة ارتباط. لكن واضح ان في بعد او في فراء بيحصل. وانت حيب ان انت تنسحك شوية وتفكر لوحدك وده قرار صائب يا نيزان الشريك هيحس بالغلق بتاعه هيبتدي يقرب وهيبتدي يااه بسك. تمام. اه. اه. الشريك لما هيشوفك انت بتبعته تبديله دهرك وتبتت تفكر وتقايم العلاقة هيحس بغلطه هيجي ويقدم اعتذار وحيبتدي صلحك ويرجعك بيه ديني. آآ شيلتك تقيلة جدا يا ميزان الارهاق واضح 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 متيش يعني انت فعلا مش قادر خلاص العباء زيبت عليك جدا حاول تساعد نفسك شوية شكلك هتدور على عمل جديد وبإذن الله هتلاقي عمل جديد. حاطت لأساس لشيء كويس جدا جدا آآ باز التاني آآ اللي بيقول لي انت مش ريتها باللادة يعني آآ استخفر ربنا والله يسامحك بس كده. آآ حاطت اساس لحاجة وان شاء الله الحاجة دي هتضف لك نوازم كويس جدا عندك يا ميزان. ريتك حلوة قوي قوي قوي. تعالي نشوف بقى الحاجة العطفية اخبارها ايه? اوكي الصورة راحت. طب يا جماعة معلش هو الانترنت بس حصل بي حاجة ممكن تخرجه وتدخله تاني للصورة عنده مش قويسة. آآ مانش شايفك ويس. والناس بتكتب كومنس ووصلة لي كومنس عادي خالص. ها. يا دينا ربنا يخليك. ما لسب تاني بس لازم برده اقول له حاجة. لازم يعرف ان اللي قاله ده حرام هو اخد زمن مش انا. آآ ان احد شخصيلي في حياتي ممكن اعرف آآ مين وازاي اعرف. احمد اللي انت بتتكلم عنه ده مش مش طروه خالص مقدرش اقولك آآ مين وازاي. آآ الطرو حاجة فيها اجمال يعني فيها حاجات تتكلم اكتر. آآ زي ما انتو عارفين الطرو ما بيقديش وقت. بمثل تسألني امتى ما عارفش ما بديش وقت. آآ ما بديش اشخاص ولا حتى آآ انا درجة او صفهم لك حتى. بتبقى حاجة آآ جدا. اني زي كرامك صاحب اشكرك يا ريان. واضحة بشكرك يا هويدا قوي. يا حبيبتي يا بنيت دانتي لامارين. آآ كل الابراج اتقالت يا جماعة حتتعاد ان شاء الله تدقى من ديسمبر. آآ فاضل هنا برج واحد بس وهو برج العقرب. ان شاء الله حنقوله بكرة او بعد وبالكتير. تي حقيقي فعلا حصل معي ودورت على شغل كتير. طيب يا روء استماري. استميتي دوري. احاولي تاختي حاجة تمرين في حاجة بحيس انك انتي آآ تترقي مسلا تبتدي الشغل المتكاتل عليه كده تدي يقل شوية. حبيبتي يا كريس. يا روحي بشكرك. بشكرك احمد حاجة جدا. اوكي انت يا ربنا يخليك يا دينا. فانا والله يكلمت صح طبط عياتي. ليه نوهان ده رايتك وحلوة قوي. اما ازايك يا اما اما كمان دي صدقتي. ازايك يا راح قلبي. بوسة طبعا ليكي. بشكرك يا لوعة قوي قوي قوي. احكي لك عن الحوت روان. انا حقيت عن الحوت الشهر ده. حادث يا ولاق بشكرك قوي. اه اتكلمت عن الحوت الفيديو مسجدى الموجود في الصفحة. ادخلي شو فيه. كانت قرية برضو متميزة جدا تاعة الحوت. آآ طيب ايلا نشوف الحالة العطفية. بسم الله الرحمن الرحيم. الميزان عطفي شوية على فكرة الميزان عطفي الله يستيدي حلو قوي 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 طيب الميزان اه اه ابتدى يقايم العلاقة بعقله ده اه منحي العطفة خالص او حاسس انه مش وقتها دلوقتي انه هو يقايم العلاقة بعواطف خالص منحي العواطف وبيفكر بعقله وقاعد واخد حذره جدا جدا نفسه العلاقة تكون بالقوة والصلابة اللي هو رسمها او متخيلها بس عايز ضمنك يا ميزان العلاقة فعلا قوية ممكن تكون بتمر بمرحلة فيها شوية اه تغيير او اي حاجة من الحدث دي اه لكن هي فعلا قوية شايف شركك ازاي انا شايف انه هو يمكن سلبي شوية يعني قاعد ما بيعملش حاجة اه انت بتعمل كل حاجة شايف ان انت شاي مسئولية اكتر منه انت بتدي اكتر منه وهو مش حاسة نيها سلبية بس عايز اقول انه مش مدي نفس الحاجة مش مدي لك الميزان ميزانك مش مزبوط وانت كل حاجة عندك بميزان الميزان عندك مبوز هولك مش مدي لك اللي انت محتاجه اه فيه بقى هو عايز ايه شريكك عايز ايه هو شريكك شكله مش عارف يعملك ايه يعني هو بصص على كرة كده اعمله ايه انا مش عارف اعمله ايه هو مش فاهم نفسه يعني نفسه يهديك ويروضك يعني مش يروضك بصه اهدي يا حبيبي اهدي انا كويس والله انا معاك انا بس مش عارف اعملك قديلك اللي انت عايزه بس انا بحاجة انا بحبك انا ومش عايز ابعد عنك ونفسه يعملك كل اللي انت عايزه بس اه فهم يعمل ايه تمام شايفك بتتغير بتتحول بصه اهب تغير خالص عليه متغير عليه اه والله يا ميزان شايف انه ما مش داعي خالص بس الطاقة ما بينكم بصوا الجمال انا شديد كارتين عشان اتأكد بصوا الكارت الاصفر منور ازاي وده اه بيدل على الفرص انتوا علاقتكم مليونة فرص يعني كل لما تحصل بينكم مشكلة بتدوا بعض فرص والحياة بتبديكو فرص اه وكمان معافاة معافاة وصحوة لو كانت العلاقة داخلت في حالة ركود مثلا ابتديتوا مثلا تملي وده شيء طبيعي جدا بيحصل في كل العلاقات كل يوم وفي كل حتة ففي معافاة فيه صحوة كده الشريك لو قراءت المجموع اللي حالة العامة انطبقت فعلا وانت بديت لشريكة بالظهر وهيبتدي هو يجري ورق وتدي هو يصالحك هيبتدي قدم حاجات اهو بصوا حيبتدي يدي لك حاجات مرسية عمر جدا وهنا حب مشاعر جديدة هتبتدي تدخل جويك وافتكر انت هتستجيب يا ميزان بسرعة جدا للتغير ده وللمبادرة اللي هيعملها شريكة وهتبقى فرحام بيها جدا وزي ما تقولوا حبكو هتولد من جديد كأنكو بتشوفوا بعض الاول مرة وبتحبوا بعض الاول مرة وحدف منتح الجنائي الناس المستنين اطفال ده كمان كرت الاطفال ممكن ان شاء الله يحصل اه حمد الشهر ده وحيدي تاني وحيقدر هيستمر الشريك في انه هو يدي لك اكتر وانت كمان تقريبا انت كمان هتديله انت كمان وعلاقتكو زي ما قلتلك في اه 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 انا عايز استلف ولا عايز حاجة ايه بقى ده عنيه اه فيها فرص كتير كتير مليانة فرصة العلاقة حلوة قوية ميزان وصراحة شريك الميزان لازم يكون اه يعني يحس ان هو محظوظ قد ايه محظوظ ان هو مع ميزان الصورة فيها حاجة فعلا ولا كده اصابت اه ده هي الكاميرا مكاتش مضيفة اوكي اه كومنتات رحت فاني كومنتات رحت فاني حد يكتب كده يا جماعة طيب اربع اربع فيني اوكي الكومنتات واقفة حد يكتب كده هون انتو انت شغال كويسة هون ايه اللي حصل طيب انا هكمل قرية ان شاء الله هي هترجع لوحدها صور يا جماعة انت شايفة كومنتات كو خالص ولا او اه راشد حد بيز يقول لي اه الصورة حلوة وكله تمام طيب انا مش شايفة كومنتات لي يا لولو انت شايفة كومنتات مش شايفة كومنتات خالص صورين كده انا هكتب اي حاجات انا